ترجمة نانسي قنقر من خلال التوقيع على اتفاقية تعاون تخص تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية وتعلمها في قطاع التعليم العالي وتأتي هذه الاتفاقية لتحقيق الرغبة المشتركة للطرفين في تعزيز أواصر الصداقة والشركة والتبادل في مجال التعليم العالي بين البلدين إن هدف هذا المشروع طموح فهو يخطط للمساعدة في وضع الوزارة على مصار لضمان حصول كل طالب يمر على أبواب 107 جامعة جزائرية على المعرفة اللازمة للغة الإنجليزية لضمان النجاح في حياته المهنية التي اختارها هذا البرنامج سوف يدوم ثلث سنوات ويمول بغلاف مالي 500 ألف دولار أمريكي من قبل كتابة الدولة الأمريكية والهدف منه بصفات شاملة هو تقوية قدرات والطاقات الجامعة الجزائرية في ميدان اللغة الإنجليزية